السلام عليكم واهلا بكم معايا في فيديو جديد فيديو نهاردة ان شاء الله هنعمل ايس كريم الفراولة الطبيعي بحجم عائلة كده زي ما احنا شايفين بتلات مكونات بس ومشا نستخدم الكريمة ولا حاجة وهيطلع جميل جدا زي ما احنا شايفين وقومه جميل اوي بتعمه حلوة اوي بالفراولة بقى منعش كده وطبيعي ولزيز اوي هيعجبكم ان شاء الله نبدأ بسم الله معنا في المقادير هما تلات مكونات بس زي ما قلتلكم اه فراولة وزبادي وحليب مكسف محلة الفراولة بتكون مجمدة بالشكل ده سواء عندك فراولة في الفريزر انت يعني مفرزها قبل كده تطلعيها وتستخدميها وما تسيبهاش تفك تكون مفرزة بالشكل ده كده او لو هتجيبي فراولة تجيبيها وتخسليها وتشيل العنق الاخضر بتاعها وتروسيها في صانية كده وتسيبيها تتجمد وبعد كده تستعمليها وهنستخدم هنا دول كيلو فراولة تقريبا هستخدم لهم تلت كبيات زبادي من الصغيرة بوزن كل واحدة تقريبا من الجرام تلت كبيات زبادي اي زبادي عندك ممكن فراولة ممكن زبادي فانيليا زبادي سيدة او زبادي طبيعي زي اللي انا مستخدميه انا عندي اتنين واحدة فراولة بس فهستعملها معاهم يبقى هما تلت كبيات زبادي صغيرين اه او تلت علب زبادي يعني جاهزين اه اي حاجة بقى زي ما قلتلكم كده المتوفر تستخدموه بحط الفراولة كده في اي كاب عندنا او خلاط لو الخلاط يستحمل انه يفرم الحاجة المجمدة ولما بتوصل للشكل ده كده يعني اتفرمت شوية اه هنضيف المرحلة دي بقى الزبادي والحليب المكسف المحلة حسب الرغبة اه تضيفي كده وتخلطي المكونات والدوقي برضو وانت بتخلطي وتزاودي على حسب الرغبة وعلى حسب الطعم اللي كل واحد بيحب يبقى اضفت اتنين زبادي طبيعي وواحدة زبادي فراولة ممكن التلاتة فراولة ممكن التلاتة فانيليا ممكن التلاتة طبيعي اي حاجة متوفرة ونضيف بقى الحليب المكسف ده للتحلية حسب الرغبة زي ما قلتلكم ولو مش متوفر ممكن بديله العسل الابيض حسل النحل يعني او سكر بودر اه سكر بودر ما يكونش سكر حبيبات عشان الحبيبات اه مش هيتطحن كويس معانا وهي الفراولة مجمدة كده اه بعد كده حضرت القلب اللي هصب في الايس كريم بتاعنا انا هعمله في قلب كبير حجم عائلي كده اه جبت قلب سيليكون اي شكل عندكم وهصب فيه بقى الايس كريم شفنا قومه مع بعض بعد ما اتخلط مع المكونات كلها هصب بقى وعشان القلب السيليكون بيبقى مرن ويكون سهل معايا في الحركة واشيله في الفريزر يبقى مزبوط اه ما يملش كده ولا كده بحطيته في صانية تاني كده زي ما احنا شفنا وبحط القلب فيه عشان اقدر اتحرك بالسهولة به ويبقى مزبوط وهو محطوط في الفريزر لغاية ما اجمد وياخد وضع التجميد كده وهو مساوي ومزبوط بعد كده بخبط كم خطة كده على القلب عشان لو في اي هوا نتخلص منه وقطعة من البلاستيك كده بغطي بها القلب وهدخله بقى على الفريزر اقل لحاجة ست ساعات تمن ساعات قبلها بيوم انا الحقيقة حطيته في الفريزر قبلها بيوم وكده بعد ما تجمد تماما بشيل القطعة على البلاستيك وكده القلب السيليكون هو يعني متجمد في الايس كريم كواس جدا بحاول بس افوك الجوانب وعشان يتقلب معايا بسهولة هو طبعا مش بيلزق في القلب السيليكون اي حاجة وبطلع بمنتهى السهولة بس انا بسلك كده عشان ينزل معايا بسهولة ولو مش متوفر الاوالب السيليكون او عايزة تعمليه في اي قلب تاني او اي فورمة تاني ممكن وساعتها ممكن تحطي تغليه في القلب اللي انت هتحط في الايس كريم آآ بورق النايلون الغذائي وبعد كده تصب الايس كريم عشان ما تيجي تخرجيه تخرجيه بالنيلون على طول ما يكونش لازق في الصينية بتاعتك وتضطر انك تحطيها في الماء السخنة عشان تعرف تفكيه والايس كريم يسح منك وتحصل المشاكل دي كلها زي ما شفنا خلعت منه كده القلب السيليكون بمنتهى السهولة وده شكل الايس كريم بتاعنا جميل جدا وشكله مشاهه قوي وريحته بقى تحفة اول ما بتقليبي كده بتشم ريحة الفراولة الطبيعية الجميلة ممكن نقدمه بالشكل ده وممكن نزيينه تاني بصوص فراولة او اي حاجة بقى زي ما تحبه انا عندي صوص فراولة متوفر هزيينه كده خطوط رفايعة وبعد كده نقدم منه بقى بمنتهى السهولة شكله لزيز جدا ومكوناته بسيطة وغير مكلفة وهو اهم حاجة فيه بس الفراولة اللي احنا استعملناها هي دي البطل معانا وبقى المكونات بسيطة جدا متوفرة في كل بيت وبطلع طعمه جميل قوي قوي وبنقدم منه بقى كقطع كده بنقسمه زي قطع الكيكا ونقدمه اللي بتبقى معانا بنشيله في الفريزر برضو علشان نقدم منه ساعة ما نحتاج لغاية ما الكمية اللي معانا تخلص شكله جميل وقوامه جميل وقوامه كريمي برغم ان ما دفناش كريمة ولا استخدمنا اي كريمة بس قوامه جميل جدا وطعمه لزيز قوي منعش آآ بتمنى يكوني الفيديو النهاردة عجبكو طريقة الايس كريم دي عجبتكو تعملوها ان شاء الله تعجبكو كده وتعجب ولادكم آآ لزيزة ومنعشة في الحر اللي احنا فيه وبالفة هانا وشيفة اللي هيجرب نتقابل على خير بإذن الله فيديو جديد مع الفي سالم اشتركوا في القناة